أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن لا يمزح بالشأن الأسلحة النووية التكتيكية وأضف بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع الأوكراني تعرض البشرية لخطر نهاية العالم لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 وقال إنه قضى الكثير من الوقت في محاولة الحفاظ على تماسك النيتو مؤكدا أن تهديد بوتن باستخدام أسلحة نووية تكتيكية أو بيولوجية أو كيميائية يجب أن يتم أخذه على محمل الجد